الكثير منا يعرف هذا الشخص الذي استقبلته إحدى القنوات المغربية العمومية بمناسبة بلوغه ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الشهرة التي حققها هذا المواطن ليس بسبب أنه اللفى كتابا أو اخترع اختراعا أو أنه برز في أحد العلوم أو في مجال من مجالات العلم بل فقط لأنه رقص بشكل عشوائي على إحدى الأغاني الغربية الصاخبة وليس غريبا أن تتناول مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحدث فهذا أمر طبيعي لأن معيار النجاح في تلك المواقع ليس بالمضمون وإنما بعدد المتابعين ولهذا فالمحتوى السائد هي التفاهة لكن الطمة الكبرى والمصيبة العظمى هي أن تقدمه قناة عمومية كقدوة في النجاح ومثالا يحتد به في حين لدينا مغاربة نبغ في مجالات عديدة واخترع اختراعات علمية ولكن مع الأسف لم يحظوا بنفس الاستقبال وهنا يكمن الخطر عندما تقدم القنوات العمومية التفاهة والرداءة باعتبارها نجاحا ونموذجا يحتدى به فتخيل معي مدى التأثير السيء والسلبي على أدهان جيل بكامله فالدور الحقيقي للإعلام الهادف هو التأثير والتثقيف واحترام عقول المشاهدين ترجمة نانسي قنقر